بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن ولاه مع كتاب الله وفي سورة البقرة يقول ربنا سبحانه وتعالى يسألونك عن الخمر والميسر الميسر اللي هو القمار ودي ده سؤال من يمكن 13 سؤال الصحابة سألت فيها سيدنا رسول الله كانوش يحبوا الاسئلة الاسئلة الكتير كل ما هتسأل كل ما هيشدد عليك وليه ما هو ربنا عمل الشارع الواسع تمشي فيه سل عن اصول الاشياء اتوضى ازاي وما اقول لك اغسل وشك واديك الى المرفقين وامسح راسك وبعدين اغسل رجليك الى الكعبين والكعبين دول اللي هم العضمين الناتقين على نهاية الساق بس خلاص ما تفتش بقى هتتنقل من كده وتفتش هندخل فيه تفاصيل موجودة الله طب والوجه ده فين بقى منين الوجه سؤال وجيه برضو وموجود ليه اجابة اقول له طب الوجه من هنا لهنا ومن هنا لهنا يقول لي طب الحتة دي دخلة فيه ولا مش دخلة الله برضو موجود الاجابة عليه بس انت دلوقتي بتدخل روحك فيه متاهات واسئلة هيترتب عليها اسئلة تانية وده اللي احنا عايشين فيه طول النهار والليل بنسأل فيما بعد الاصل ده الاصل خفيف خالص اغسل وشك اغسل ايديك للمرفقين والمرفقين هم ام يقول لي طب يعني لو خدت شوية كده فوق المرفقين ينفع برضو اقول له وينفع يعني احسن ولا مش احسن لا احسن الله طب و لو خليتها لغاية ترقبط كده يبقى احسن واحسن وهندخل في وسواس هنتحول من الاصل وندخل فيه الوسواس ما تخليها سهلة كده خليها سهلة الله يكرمك يقول لي انت ما انت عايزنا اتعلم يا عم العلم دي قضية تانية بنروح الازهر ونمسك الكتاب بقى اللي هو المتل ونقول بقى والحشي اللي علمت منين وانهي وابتداء الوش منين وانتهاء وعرفنا كل حاجة بس ده ده زيادة شوي يقول لي يعني الازهر غلطان لا الازهر مش غلطان لانه ده العلم طب ام لانا في ايه في العمل ده في الدين علم الدين لكن ده ايه ده التدين شوف الفرق الفرق بين العلم والفرق بين السلوك الفرق بين العلم والعمل يعني الفرق بين الدين والتدين الدين ده علم زي اي علم لازم ادرسه كويس قوي وفتش فيه واعمل فيه كل حاجة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقه في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم يبقى اذا دول طائفة مخصوصة ده حتى العطوهم اعفة من التجنيد واخد بالك عطوهم اعفة من التجنيد علشان يعودوا يذكروا علشان لما المجاهدون في سبيل الله يرجعوا من الجهاد يتعلموا ثم المجاهدون كانوا بيعملوا ايه كانوا بيعملوا عمل فشهوة المعرفة ساعات بتسيطر على الانسان ويقعد يسأل فيه ما لا يعنيه يسألونك عن الخمر والميسر طيب وبيعلمنا الاجابة الخمر ده ما فيهاش كلام انها حرام حتى المسلم اللي بيشرب خمر بيشربه هو عارف انها حرام وبعد ما يشربها يجي عيط او يجي مثلا يوم الضمع يحضر الخطبة ويسمع الشيخ هو بيقوله ده الخمر حرام ام يقول خلاص تبنى الى الله يوم الثبت يشربها تاني انما هو عارف انها حرام اذا ففي حاجة في فرق ما بين الحكم الشرعي وبين التنفيذ بتاع حكم الشرعي الخمر حرام حرام الامار حرام يعني حرام مفيش فيها كلام ماذا ينتج عن هذا ينتج ان الانسان اذا وقع فيها وجب عليه التوبة وجب عليه الرجوع هل يكفر الانسان بفعل معصية لا ما يكفرش ما يكفرش بفعل المعصية وكان نعيمان رضي الله تعالى عنه يقع كثيرا في شرب الخمر رضي الله تعالى عنه اي لان الله كان يحب الله ورسوله وقع ضعيف فكان يأتي رسول الله بالنار يقول يا رسول الله ويبكي يا عيد نعيمان ده كان يحب الهزار قوي وكان تمل يعمل مقالب في الصحابة وفي سيدنا رسول الله وسيدنا رسول الله يضحق ويجي له يقول يا رسول الله انا عملت المعصية دي اقم علي الحد حد الخمرة كانوا يجيبوا الصباطة بتاع البلح يضربوه كده ضربتين تلاتة كده اربعين الجلدة كده جلدة مش بالكرباج بصباطة البلح توجع برضو لكن يعني ما تؤسرش في الجسم ما تعوروش اتكررت الحكاية دي فسيدنا عمر كان فيه شدة في ديني قوة كان طوله تلاتة متر سيدنا عمر دعني اقتل هذا المنافق يا رسول الله انه يحب الله يا رسول شوف شوف الحب شوف الحب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم انه يحب الله يا رسول نعيمان ده هو كان يشرب الخمر كتير وكان يتوب ويرجع تاني اذا احنا بنعمل الدين كده بطريقة غريبة شوية ادم شرب خمرة ومش قادر على روحه يبقى كافر مين اللي قالك ده هو واحد هيدخل الجنة هو مين اللي قالك واحد شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بانه يحب الله ورسوله من اللي قالك كده يسألونك عن الخمر والميسر خلي بالك هناك فارق بين المذهب ولازم المذهب الخمر ايوة الخمر موجودة وموجودة في المجتمع بتاعنا تلاقي هنا وهن ومييجي شاب ويقول لي انا عايز اروح اكسره اقول له لا في فرق بيننا حرام وفي فرق بين انك تفتات على الامام وده عايز تفصيل علشان الناس ترجع تاني لعقولها وتفهم دنا فالى لقاء اخر نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته